أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد مع وجود عدد كبير من المتصفحات اللي موجودة على الأجهزة الأندرويد تيفي وأجهزة الفايرستيك وكنا شرحنا عدد كبير منهم زي مثلا متصفح تيفي برو زي متصفح مايكروسوفت إدج وده تقريبا آخر متصفح تكلمنا عنه هتلاقي إن لا يزال متصفح جوجل كروم هو الأفضل وهو أشهر متصفح ممكن أنك تستخدمه على جهازك الأندرويد سويا كان تيفي بوكس أو شاشة أو تيفي ستيك وده بسبب أو بفضل المزايا الكتير اللي موجودة فيه متصفح جوجل كروم وبصراحة أنا شخصيا برتاح المتصفح جوجل كروم عن أي متصفح تاني متصفح جوجل كروم وصلته عدد من التحديثات بها عدد كبير من المزايا واللي بتخلي متصفح جوجل كروم هو الأفضل وهو الأحسن واللي لازم إنك أنت تثبته عندك على جهازك ويبقى المتصفح الأساسي عندك في جهازك زي مواضح كده قدامك أنا هقارن بين متصفح جوجل كروم على أكتر من جهاز على جهاز بنظام التشغيل الأندرويد وجهاز فاير استيك افضل متصفح جوجل كروم اللي موجود قدامك هو الأحدث وده اللي على الجهاز الأندرويد زي مواضح كده من الوجهة الوجهة شكلها مختلف وهتلاقي إن المتصفح بقى أسرع مع مزايا تانية كتير كمان من خلال الشرح هنتعرف على ميزة مهمة بعد التحديث الأخير إزاي إن أنا أقدر أفعل الدارك مود في كل المواقع اللي أنا بحب أبحث عنها أو اللي أنا بوصل لها من خلال متصفح جوجل كروم كلنا عارفين إن في مواقع كتير بتدعم الدارك مود لكن في مواقع تانية اللي هي تدعم وضع الدارك مود علشان كده اليوم هنتعرف إزاي بقى إن إحنا نفعل الدارك مود إجباري في أي موقع أنت بتفتحه على متصفح جوجل كروم كما قلت لك إن النسخة اللي قدامك دي من جوجل كروم هي الأحدث على الجهاز الأندرويد لو أنا دلوقتي حولت على جهاز الفاير ستيك دي نسخة جوجل كروم الإصدار الأدي وهنشوف إصدار جوجل كروم هنا عندي على جهاز الفاير ستيك فمثلا هنطلع فوق هنبدأ ننزل ندخل فيه السيتنز هننزل أباوت كروم هنا هتلاقي إن اللي موجود معي لكروم 95.0.4638.74 ده الإصدار اللي موجود عندي في جوجل كروم على جهاز الفاير ستيك وفيه شخص هيقول لي طيب هل أنت تقصد الدارك مود اللي موجود في الوجهة لا أنا مقصودش كده ودي ميزة لازم تفعلها عندك على جهازك سواء كان اندرويد او فاير ستيك او جوجل تيفي في تطبيق جوجل كروم حتى لو كان عندك الإصدار القديم انت هنا بتدخل فيه السيتنز هنبدأ من الأول خالص أنا بطلع فوق في الصفحة رأيسية في جوجل كروم بطلع فوق عند الثلاث نقطة اللي موجودين فيه أعلى الشاشة من فوق بنزل عند السيتنز وبدخل فيه سيتنز هنا ببدأ أنزل في الإعدادات اللي بتظهر معي لغاية ما بوصل عند ثيم بدخل فيه ثيم هتلاقيها موجودة عندك هنا تحت السيفتي تشيك بدخل فيه ثيم وبنزل بدل اختيار System Default بنزل أخطار Dark ده مهم خالص أولا هتلاقيه أنه بيفرق معاك خالص في تجربة استخدامك للمتصفح جوجل كروم زي مواضح كده إذا غيرنا متصفح جوجل كروم للدارك مود ده بيفرق معاك كتير في تجربة استخدامك للمتصفح لكن حتى الآن لم يتم تفعيل الدارك مود في المواقع المختلفة عند فتح أي مواقع من المواقع و هنبدأ نجرب لكن قبل ما هنجرب هنبدأ نحول نرجع تاني لجوجل كروم عندي على جهازي الأندرويد بنبدأ ندخل في جوجل كروم هبدأ أطلع فوق عند الأيكونة الموجودة في أقصى الشمال في أعلى الشاشة بضغط عيه كده علشان أوصل للاعدادات وهنا ببدأ أنزل لغاية ما اوصل للاعدادات أو settings هنا هبدأ أنزل بقى لغاية ما اوصل للمحة عن جوجل كروم ندخل في لمحة جوجل كروم وهنا هتلاقي ده آخر إصدار أو الإصدار الجديد اللي موجود عندنا على جهازنا 124.0.6367.54 الإصدار اللي موجود على فاير ستيك 9.5 لكن الإصدار اللي موجود هنا على جهاز الأندرويد 124 ده أحدث إصدار علشان كده قلنا وهنقول تاني إن هنا بتيجي أهمية التطبيق اللي قدامك ABK Updator لو دخلت في تطبيق ABK Updator ليه يزم التطبيق ده يبقى موجود عندك على جهازك من خلاله هتقدر تعرف كل التطبيقات خاصة التطبيقات اللي من خارج متجر جوجل بلاي هتقدر أنك انت تعرف التحديثات اللي وصلت لها وتقدر أنك انت تتحدثها كمان من داخل تطبيق ABK Updator إحنا كده دخلنا في تطبيق ABK Updator وهنا تحت إيكونة Updates اللي موجودة تحت خالص بيبقى عندي عدد التطبيقات اللي بتحتاج تحديث لو طلحت كده وقلبت هلاقي إن متصفح جوجل كروم ظاهر عندي وموجود عندي هنا من ضمن التطبيقات اللي محتاجة تحديث وأنا لو لا تطبيق ABK Updator ما كنتش هعرف إن تطبيق جوجل كروم أو متصفح جوجل كروم محتاج تحديث وكنت هبقى على الإصدار القديم هنا الإصدار اللي موجود عندي على جهازي 124 الإصدار الجديد زي مواضح كده ودي ميزة من مزائب K Updator بيبين لي كمان الإصدار القديم على الجهاز والإصدار الجديد اللي المفروض أوصله أو أحدثه عندي الإصدار القديم 124 الإصدار الجديد 127 كل اللي هعمله إن أنا بنزل عند إيكونة install app وأنا واقف كده على جوجل كرو install app وبضغط كده عليها أوكي هيبدأ يتحدث معايا تطبيق جوجل كرو يعني حتى الإصدار الجديد اللي موجود عندي على جهازي الأندرويد 124 في إصدار أحدث منه 127 أنا كده بحدث التطبيق من خلال تطبيق APK Updator هنبدأ نرجع تاني هنا لجهاز الفاير ستك أنا دلوقتي على فكرة أنا بستخدم الرموت ده عندي على الفاير ستك لإن فيه موس وبيسهل معي خالص فانت لو جهازك توقف عنه الموس فانت تقدر تستعين بالرموت ده الرموت ده هنخصص ليه شرح ورموت ممتاز هيفر معاك خالص في استخدامك لأي جهاز سواء كان شاشة أو تيفي بوكس أو تيفي ستك أندرويد أو بنظام التشريف جوجل تيفي أو أجهزة الفاير ستك رموت الـ Air Mouse ده رموت خطير مليام بكتير من المزايا هفعل الموس مثلا زي مواضح كده شايف أنا كده الموس شغال معايا وبيديني تجروجة رموت الماجيك الخاص بشاشات LG زي مواضح كده قداما هنبدأ نفتح مثلا الفيسبوك نضغط على الفيسبوك نفعل دارك مود من الـ Settings في عندي جوجل كوروم على جهاز الفاير ستك نحن لسه على الإصدار القديم هتلاقي بتبدأ تفتح معاك الصفحة الرئيسية للفيسبوك وهتلاقيها مش على الوضع الداكن أو على الدارك مود ما زالت هنا الصفحة فتحت معايا وللأسف على اللايت مود وليست دارك مود فده معناه ان انا مقدرتش افعل الدارك مود حتى في المواقع اللي بفتحها عندي في جوجل كوروم هنبدأ بقى نرجع تاني لجهازنا الأندرويد التطبيق بيتحدث وطبعا التطبيق جوجل كوروم من التطبيقات اللي حجمها كبير فبياخد وقت في التحديث نحن هنطلع من APK Update وهنبدأ ندخل فيه متصفح جوجل كوروم مرة تانية النسخة دي الأحدث وان تو فور لكن اللي على الفاير ستك ناين فايف اصدار قديم شوف هنا هتلاقي فيه تغييرات طبعا واضحة قدامك حتى في الصفحة الرقصية هننزل كده وندخل في الفيسبوك لاحظ معايا ان الفيسبوك في النسخة الأحدث من جوجل كوروم على الدارك مود مع ان الفيسبوك نفسه بيدعم الدارك مود لكن داخل التطبيق نفسه لك طيب ايه اللي عملناه ده بقى المميز عندي اليوم في شرح اليوم ازاي بقى ان انا افعل الدارك مود عندي على تطبيق او داخل تطبيق جوجل كوروم هنرجع للصفحة الرقصية هنبدأ نطلع في محرك البحث نضغط اوكي وهبدأ اكتب كوروم كوروم سي اتش آر أو إن إيه بعد كده نقطتين سلاش سلاش بعد كتاب from.2.2.flags بضغط على enter انا بكتب في محرك البحث في متصفحه جوه الكروم وده بعد ما حدث التطبيق لازم تحدث التطبيق الاول بدت تظهر معايا الصفحة انا عملت reset all اللي ظهر عندك فوق في اعلى الصفحه علشان ارجع الاعدادات للوضع الافتراضي وهتلاحظ ان بعد ما كانت حتى الاعدادات اللي موجودة قدامك والصفحة اللي موجودة قدامك في الوضع الداكن او dark mode اصبحت رجعت للوضع الافتراضي وهو light mode طيب ايه اللي هنعمله انت هيظهر عندك طبعا الصفحة في light mode لان لسه ما فعلناش الاعداد او النيزة الجديدة اللي هنعملها في جوجل كرو هنا بنطلع في مستطيل البحث وهنبدأ نكتب enable en a ble بعد كده الشرطة اللي موجودة في نهاية لوحة المفاتيح ف او ار سي اي فورس هنضغط على الشرطة اللي جنب اللي سبيس بعد كده dark d a r k كتبت enable force dark وبضغط على enter بيبدأ يظهر معايا الاعداد ده كل اللي هعمله ان انا بنزل عند default بضغط اوكي بتظهر معايا الاعدادات اللي ظهره قدامك انا بيجي عندي تاني اختيار بدل default بيجي عندي تاني اختيار enabled بضغط عليه اوكي بعد كده بنزل عند relaunch اخر اعداد بيظهر عندي تحت خالص اللي هيكون اي بتظهر تحت relaunch بضغط عليها اوكي التطبيق بيقفل ويفتح مرة تانية وهتلاقي ان تلقائي الصفحة اصبحت في dark mode وكده انا فعلت force dark mode هنرجع بقى للصفحة الرقصية عندي في متصفح جوجل كروم هنبدأ ندخل تاني في فيسبوك هتلاقي ان الصفحة الاولى في فيسبوك او الهوم سكرين اللي بتظهر معاك اللي فيها تسجيل الدخول بقت في dark mode وفي مزايا كتير من بعد التحديث الاخير لمتصفح جوجل كروم ان شاء الله هنتعرض لها في شرحات قادمة لو اول مرة تشوفني ما تنساش الاشتراك معايا في القناة واتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اشتراكك معايا في القناة هيساعدك ان توصلك كل الشرحات الجديدة في انتظارك عدد كبير من الشرحات المميزة لكل الاجهزة ولكل انظمة التشريف وننساش نضغط على لايك دعمك للقناة ده بيساعدنا على الاستمرار وساعدنا على ان احنا نقدم لك كل ما هو جديد وكل ما هو مميز الحمدلله تقريبا احنا من اوائل القنوات اللي شرحنا الميزة دي على اجهزة الاندرويد تيفي في متصفح جوجل كورو لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبولي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته